كابتن شبير وبشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية المتميزة ومتابعة المتميزة طوال الساعات الماضية كنت على الهواء لمباراة الإسماعيل والمصر ولكن الحدث الأهم هو ما يجري في تركيا ما يجري في تركيا أولا بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير على حضراتكم مشاهدين الكرام في كل مكان حلقة النهاردة حلقة خاصة مع حضراتكم من دلوقتي لحد ما الصبح تقريبا يعني ابدأوا من دلوقتي جاهزوا نفسكم أنا بقول لحضراتكم له لحد الساعات الأولى من الصباح شغالين على الهواء مباشرة تغطية متواصلة لما يجري في تركيا وهاخدوا اتصالات حضراتكم ورسالة حضراتكم ماذا يحدث في تركيا كيف تروا ما يجري في تركيا أولا ما يجري في تركيا ليس انقلابا عسكريا على الإطلاق هي ثورة من داخل القوات المسلحة التركية إذن ما يجري في تركيا ثورة قام بها الجيش التركي والجيش التركي عندما يقوم بهذه الثورة دائما ينتصر دائما في ثورات الجيش التركي حقق الانتصار فما يجري في تركيا ليس انقلابا عسكريا أردغان بيقول على انقلاب لا هو مش انقلاب الجيش التركي رأى أن الوضع في تركيا وضع صعب المواطن التركي يأن الجيش التركي يأن القضاء التركي أصبح مسيسا تحولت الدولة العلمانية إلى دولة دينية إخوانية وبالتالي كان على الجيش التركي أن يعيد ويصحح المصار إذن الكلام الحقيقي هو تصحيح مصار الدولة التركية كما أسسها الراحل مصطفى كمال أتاتورك تعود كما كانت دولة لها علاقات طيبة مع كل بلدان العالم علاقات طيبة مع الجميع ليس هناك سطوة لتنظيمات وعصابات دولة كانت تأوي الإرهابين وتمويل الإرهاب وبالتالي تعود تركيا بالأردوغان وعزو الله حضراتكم عشان تبعوا عارفين بعد عدم وجود أردوغان في السلطة هو استقرار للعالم أولا ولأوروبا ثانيا ولأمريكا ثالثا ثم الشرق الأوسط يعني وجود أردوغان الإرهاب كله كان أردوغان أنا بقول لكم خلوا بالكم نجاح القوات المسلحة أو الجيش التركي في ثورته أنا بقول له هي ثورة قام بها الجيش التركي لازم تبقوا ده العنوان يا جماعة بتاعكم ده العنوان لكل الناس ما تقولش انقلاب مين ما فيش انقلاب في تركيا ما جرى في تركيا هو ثورة ثورة ضد ديكتاتور الدولة التركية طول عمرها دولة فيها شوية ديمقراطية فيها شوية حاجات يعني رأي ورأي آخر وسائل إعلام حرية لا النهاردة كانت تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمية هو أزرق زرع أحد أزرق تنظيم الدولي وبالتالي خد كل الإعلام تبقى حزب العدالة والتنمية خد القضاء حزب العدالة والتنمية خد كل الوزارات اللي موجودة كل المؤسسات الدولة تحولت بين ليلة وضحا لحزب العدالة والتنمية اللي هو حزب جماعة الإخوان الإرهابي وبالتالي تركيا مش كده طول عمرها ما كانتش جده من 2003 وثلاثة ولسه الاسبوع اللي فات بكلمكم لما عمل وقال لك الغزو والقانون اللي عمل عشان الغزو العراق واتقال لألفين وثلاثة وخد خمسة وستين مليار دولار من الامريكان والاوروبيين وهو اللي بنا بيهم الدولة التركية وبالتالي اليوم الجيش التركي وبالصراحة لازم نتكلم بشكل واضح الجيش التركي النهاردة جيش محترم لانه جيش لم يرضخ لسطوة السلطان رفض سطوة السلطان رفض الديكتاتورية الجيش التركي النهاردة ينحازي جموع الشعب التركي سيبكم اللي هينزلوا مردوغان فاكرين لما اسمه ايه قالك انزله ما هو كده هو لما بيلجأ ليه انت هتحارب الشعب يعني يعني هل الشعب النهاردة هيقف قدام الجيش خالص صعب جدا هو عايز فاكرين لما قالك هو قالك الشرعية النهاردة وقال لك يا شعب انزل احمل شرعية وقال لك يا عالم لازم توقفوا مع الشرعية سبحان الله بيفكرني بالزبط بنفس اللغة وفاكرين تليفون عارفين انه اردوغان يطلع النهاردة وعبدالله يقول يطلعوا النهاردة من خلال السكايب والتليفون معناه ايه انه فقط حتى